اللي فاديم انت متذكر القضية يلي اتهموا فيها اندري انه اخذ رشوة من فيكتور بوهاي وتبين بعدين انه هو ما اخذ المصاري منه بس ما لقينا الشخص وقته يلي بعت هادا الفيديو للكل متذكر هيك شي ايه متذكر هاي القضية نحن ما حليناها وهلأ مستحين لاقي المجرم لانه المعلومات كانت مخزنة على كمبيوترات الموظفين اه هلأ فهمت طيب لاحظت اي شي غريب وقت التحقيق او شي خلاك تشك مثلا شي حدا جرب انه يدخل كان في هيك شي بس بتوقع انك بتعرف القصة قصة شو مرتك آنيا اجت لهون وطلبت مني انه اعمل كل شي بقدر عليه لحتى يطلع اندري بريء وقالت انك بعدته وانه هاتشي كان طلب شخصي منك كيف هي شرحت لك هذا الطلب قالت انه اندري قريب العيلة تقريبا وكان بتكون انه هو يطلع من هاي القضية بدون ما انتهمه بشي وانا وقتها ما وافعت ع هاد الحكي ابدا وتسكرت القصة وبعدين احنا اكتشفنا انه اندري ما كان له دخل اساسا كمان كنت بدي اسألك كيف تصرف اندري وقت التحقيق كان كتير انفعالي بالاول ومصر انه هو مو غلطان بس بنهاية التحقيق كان هادي وقال وقتها انه كل اتهم رح تنشال عنه قبل ما يخلص هاد الانهار وفعلا وقتها وصلنا ايميالي بيثبت انه هو بريء يمكن تلاقي كلامي سخيف شوي بس مو بجوز يكون اندري هو يلي بعت الايميال وقته ولهيك كان هادي ما بتوقع يلي بعت الفيديو هو نفس الشخص يلي بعت الفيديو الاول اندري مو معقول انه يكون هو اللي نصب الفخ لحاله وفيه شغلة لما اكتشفنا انه اندري طلع بريء اعرضت عليه نكمل التحقيق لحتى نعرف مين الشخص يلي بعت الفيديو بس اندري رفض الفكرة كله وقال المهم انه طلع بريء اهلين استاذ شو اكيد وفقت مو هيك؟ اي نعم و بدي اعرف كل شيء اي بشرفني التعامل مع رجل اعمال مثلك وانا جاهز امت بتحب نلتقي لا اعطيك المعلومات يلي عندي مقابل المصاري اي بس بشرط واحد بدي تجيب لي دليل عن الشغلات يلي بدك تخبرني ايهن لحتى اتأكد اشتركوا في القناة